عملية السلام في الشرق الأوسط بين تفاؤل الرئيس الإسرائيلي والصعوبات التي تعترضها ضيفنا هو الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الصميم التي نقدمها لكم من مدينة القدس كيف يمكن التوفيق بين تفاؤل الرئيس الإسرائيلي بإمكانية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وبين حالة المراوحة التي تلف عملية السلام وهل وقف الاستيطان موضوعا للبحث كما يقول الإسرائيليون أم متطلب لبدء المفاوضات مع الفلسطينيين من جديد وهل المشكلة مع سوريا من منظور إسرائيل مشكلة أرض أم مسألة حيثيات السلام وأخيرا أين تقع إيران وتركيا في المعادلة العربية الإسرائيلية هذا إذن جانبنا الأسئلة التي نوجهها إلى ضيفنا هنا في القدس الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سيد الرئيس في أحدث التطورات لابد أنك استمعت إلى تصريحات رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الذي أعرب عن القلق من إمكانية التصعيد في الشرق الأوسط نتيجة مواصفه بالتهديد الذي تشكله إسرائيل كيف ترد على هذا التصريح؟ لا أفهم على الإطلاق لماذا أدلى بمثل هذا التصريح ذلك أن إسرائيل تركت لبنان تماما لبين تماما مطالب الأمم المتحدة وليس هناك أي نزاع بيننا وبين لبنان أرى أنه ليس هناك أي داع لأي قلق وإن كان هناك داع للقلق فإنه بسبب الانقسام اللبناني الذي يسببه حزب الله فللبنان جيشان وسياستان لكن يقول إن هذا هو شأنهم وإن عليهم توحيد شؤونهم لتكون هناك حكومة واحدة وسياسة واحدة وجيش واحد ونحن نتمنى للبنان النجاح والوحدة وأن يكون بلدا فاعلا ولكن سيد الرئيس لا ريب أنك تتذكر أن أحد وزرائكم أعتقد أنه الميستر بيلد تحدث عن حتمية الحرب مع لبنان كيف تشرح ذلك أيضا؟ مع اعتقادي أن للوزراء في إسرائيل تأثيرهم لكن عليهم في بعض الأحيان أن يواجهوا الواقع فنحن نعيش في وقت يقرر فيه الواقع ما الذي سيحدث في المستقبل دعني أنتقل الآن إلى تطور آخر حدث مؤخرا حماس اتهمت إسرائيل بمسؤولية عن اعتيال القياد الحمساو محمود المبحوح في دبي إسرائيل اختارت أن تلتزم الصمت هل هذا اعتراف من ناحيتها؟ ليس علينا أن نجيب عن كل اتهام صادر عن حماس فنحن لا نعتقد بأنها منظمة تستحق الثقة ولا نعتقد أيضا أن أعضاءها هم مجموعة متوازنة من الناس كما نرى أنهم متعصبون ولا نفهم ما يفعلون فبينما هم يتحدثون عن الاحتلال يتنسون حقيقة أننا تركنا غزة وأننا أخذنا مستوطنين وأخلينا مستوطناتنا بالقوة من هناك ومن ثم فأنا أقول بأنهم لا يقرؤون الواقع وإنما يتحدثون عنه هو أبعد ما يكون عن الموقف الحقيقي دعني أعود إلى نفس السؤال هل تؤكد أو تنفي ما حدث من واقع معلوماتك؟ لا يجب أن يكون هناك علاقة بيننا وبين هذا الأمر على الإطلاق فليس هذا من شأننا عليهم هم على سبيل المثال أن يجيبوا على أسئلة من قبيل كيف يمكن أن يدخلوا إلى مسجد في وضح النهار ويقتلوا جميع المصلين وبدم بارد أن لا أعتقد أنني يجب أن أدخل في حوار حول شأن من هذا القبيل فعندما يتعلق الأمر بحماس أنا لا أفهم من يقتل من ولماذا السيد الرئيس رغم ما قلته هناك تقارير عن اتصالات بين إسرائيل وممثلين عن حماس بل إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مضى إلى حد القول إن هناك محادثات سرية بين حماس وإسرائيل في سويسرا إنها سرية للغاية لدرجة أنني لا أعلم بها شيئا هل تقول بأنه لم تجري أو أنه لا تجري أي اتصالات مع حماس؟ لا هناك أناس ربما يلتقون هنا وهناك لكن عندما أتحدث عن الاتصالات الرسمية فلا شيئ من هذا القبيل إذن تقول لا يوجد أي اتصال مع حماس؟ نعم يمكنني القول إنه لا توجد اتصالات رسمية مع حماس لأن حماس لا تعترف بإسرائيل وترفض السلام ولا ترغب في تسوية وبالتالي فأي موضوع يمكن أن نتحدث معهم بشأنه؟ لا ريب أنك استمعت إلى متحدثين باسم حماس بمن فيهم رئيسهم خالد مشعل يتحدثون عن قبول دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 ألا تعتبر ذلك تطورا هاما من ناحيتهم؟ لا أفهم ما يقولون يقولون إنهم مستعدون لذلك ولكن دون وجود إسرائيل فهم يريدون قيام دولة فلسطينية ولكن دون وجود دولة إسرائيلية حقيقية إذن فأي نوع من الدولة هذا؟ ولكن لا تعتبرها خطوة إلى الأمام؟ لا أعرف ما الذي تعنيه خطوة للأمام فنحن لا نقوم بتمارين في الهواء فهناك سؤال يجب الإجابة عنه بوضوح هل تريد السلام أم لا تريد السلام؟ ولو كنت تريد السلام فهل أنت مستعد للتفاوض أم لا؟ وإن كنت ستتفاوض فهل أنت مستعد لحل وسط؟ وبالنسبة لهذه الأسئلة الثلاثة كانت إجابة حماس هي لا قاطعة السيد الرئيس الفلسطينيون الذين وافقوا على المحادثات وأجروا مفاوضات معكم أي منظمة التحرير الفلسطينية يقولون أنهم حققوا الآن النظام والأمن في مناطق حكمهم ومنعوا هجمات ضد إسرائيل ويضيفون أن ما فعلته إسرائيل في المقابل ومزيد من الاعتقالات والتواغلات والمستوطنات وما إلى ذلك لا أعتقد أن هذا هو وصف حقيقي لما يحدث الآن لدينا موقف مخالف لما كان في الماضي في الماضي كانت المحادثات لمجرد المحادثات أما اليوم فالمحادثات تتزامن مع البناء الفلسطينيون يبنون بلدا لهم واقتصادا لهم وقوة لهم بدعم مننا ولو لم نكن نرغب في قيام دولة فلسطينية ما كنا لنسمح لهم بذلك الموقف في الضفة الغربية هو مختلف تماما عما كان عليه المحادثات لم تتغير لكن الذي تغير هو الموقف وهذا هو سبب الهدوء الملموس في الضفة الغربية قلت إنهم يبنون دولة ولكنهم في الوقت ذاته يقولون إنكم تواصلون بناء المستوطنات لست أدري فهناك قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتعليق الاستيطان لكنهم لن يقولوا لك ذلك هناك قدر كبير من الخلط في المعلومات فنحن لا نبني أي بيت في المدينة القديمة ولا نبني ولا نوسع عمليات البناء في منطقة قبة الصخرة وفيما يتعلق بالقدس عن القدس الجديدة فهناك أحياء لليهود وأحياء للعرب ونحن نقترح أن يبني العرب أحياءهم بينما نبني نحن أحياءنا نحن نقترح توازنا بناء عوضا عن موقف سلبي يتمثل في وقف البناء السيد الرئيس ما الذي يمنع إسرائيل من أن تعلن رسميا عن وقف كامل النشاط الاستيطاني من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ليست هناك مشكلة لكن المشكلة هي في القول عن كل بناء إنه مستوطن فإذا بنينا حيا في القدس وسميته بمستوطنة فنحن نختلف مع ذلك إنه ليس مستوطنة لقد وقفت الحكومة الإسرائيلية إصدار خمسة عشر ألف إذن ببناء منازل نحن لم نرخص سوى بثلاثة ألاف منزل وذلك لأن الأمر من جانبنا لا يعد استيطانا وإذا ما حاولت تغيير خارطة الأراضي التي لنا السيدة عليها فإن الأمر يجب أن يعرض على البرلمان وليست هناك فرصة في أن يوافق البرلمان على وقف الاستيطان ما لم يكن هناك اتفاق السلام فنحن دولة للقانون ونحن دولة ديمقراطية ولا بد أن تأخذ الأمور مسارا معينا ومن ثم فنحن نوقف البناء أينما تمكننا بينما نبدل رغبة في التفاوض بشأن البعض الآخر لنرى ماذا نفعل ولكن سيد الرئيس كنت قد قلت في مناسبة أخرى إنه لا يجوز إجراء أي تغيير على وضع القدس إلا بنتيجة المفاوضات ولكن التهويد كما يسميه العرب والتغييرات من قبيل المستوطنات تغيير وضع القدس أليس كذلك؟ ليس هناك من تغيير لأنه ليس هناك ما يمكن تغييره إذا لم تبني في المدينة القديمة فأي شيء يمكن أن تغيره وإذا لم تبني في منطقة قبة الصخرة فما الذي تغيره؟ إنها حالة من الأمر الواقع المشكلة تتعلق أكثر بتعريف السيادة والدين في هذه الأماكن ذلك أنها مركز ديني هام ونحن نقول جميعا وبدون استثناء وعندما يأتي الحديث عن الأماكن المقدسة إن المسلمين هم من سيحكمون مناطقهم المقدسة كما أن اليهود كذلك سيحكمون مناطقهم المقدسة وكذلك المسيحيون هناك مشكلة تتعلق بالسيادة على تلك المناطق هل ستكون مشاركة؟ هل ستقسم؟ هل ستكون لها إدارة مشتركة؟ هناك طرق مفاوضة هل لديكم مجهد نظر في إسرائيل عما يتعين عمله؟ قبل المفاوضات لا قبل المفاوضات نحن لدينا موقف أولي فلا يمكنك أن تبدأ مفاوضات باتخاذ مواقف كبيرة وكاملة حتى في هوليوود لا يمكنك أن تصنع النهاية السعيدة للفيلم قبل الفيلم نفسه إذن كل شيء مفتوح بشأن القدس؟ كل ما يمكن تقديمه من جانبنا تم تقريره لكن نحن مستعدون لأن يطرح كل طرف ما عنده على مائدة المفاوضات إذن ضم القدس ليس مشكلة هناك موقف راه يتمثل في أن لا يعلن أحد منا عن تغيير قبل أن يكون هناك اتفاق على ذلك السيد الرئيس رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يرى أن المستوطنات جزء لا يتجزأ من إسرائيل هل توافقه في ذلك؟ لا أريد إخام ما قاله نتنياهو لأنني لست واثقا مما إذا كنت قد نقلت ما قاله نقلا كاملا والحقيقة أن ما حدث في المواقف الرسمية الإسرائيلية هو أن هناك نقطتين أو ثلاثة نقاط سنقوم بإعادة تجميع المستوطنين والمستوطنات بهم في ضفة الغربية والنقاش يتركز حول المساحة التي نحتاجها لهذه النقاط الثلاثة الخلاف حول الفجوة بينما يقترح الجانب الفلسطيني وهو ما نسبته 2% وما كان اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيل السابق أود أولميرت وهو 6.5% قد عاد الفلسطينيون للحديث عن نسبة 4% وأنا أعتقد أن النزاع بشأن هذا الأمر محدود ويمكن حله على حد علمي التقيت بجورج ميتشيل عندما جاء إلى هذه البلاد والمستر نيتنياهو تحدث في ذلك الحين عما وصفه بأفكار مثيرة للاهتمام جلبها المستر ميتشيل معه إلى المنطقة هل أنت على علم بهذه الأفكار؟ أنا على علم لكن لست أدري إلى أيها تشير لكن إذا كنت تقصد محادثات التقارب وهي الفكرة الجديدة أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قالت نعم وهي تتوقع أيضا أن توافق علي سلطة الفلسطينية في وقت قريب إذن أنت متفائل بأن المحادثات ستستأنف في القريب العاجل نعم أعتقد أنها ستبدأ قريبا جدا وأأمل في أن تؤدي إلى محادثات مباشرة لكنني أؤكد مجددا على أننا بصدد موقف جديد فالآن نحن لا نجري محادثات فقط وإنما هناك حقائق يتم إرساؤها على الأرض وهو ما لم يحدث سابقا يحدث الآن باتفاق كلا الطرفين رغم قلة المفاوضات ما لا يدركه الناس هو أن الموقف لم يعد كما كان سابقا فالفلسطينيون اليوم على سبيل المثال يمتلكون القوة التي تمكنهم من حكم أجزاء من الضفة الغربية بالفعل وقد أبلغناهم في كل مكان أنه وقت ما تشعرون ونشعر نحن أيضا بأنكم قادرون على الحكم فإننا سنسلم لكم الحكم وقد سلمنا لهم على سبيل المثال مدينة كاجنين السيد الرئيس أنت دائما تتجه إلى تأكيد الهوية اليهودية لدولة إسرائيل أنت بشكل أو بآخر على اتفاق مع ما يقوله أفكدور ليبرمان وزير الفارجي الإسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أليس كذلك؟ يا صديقي إن أفكاري ولدت قبل أن يولد ليبرمان وهي لا علاقة لها بأفكاري ومنذ المراحل الأولى كنت أنا وبنغوريون وأناس مثله نرى أن لا حل إلا بتقسيم الأرض وهكذا جاء قرار الأمم المتحدة الذي يتحدث عن دولتين دولة عربية للفلسطينيين ودولة يهودية لليهود وهو ما يحدث الآن بالفعل هناك البعض ممن يحاولون فلسفة الأمر وأنا لا أفهم عن أي شيء يتحدث السيد الرئيس قد يقول البعض أنك تحاول تجميل صورة سياسات المستر ليبرمان أليس كذلك أيضا؟ أنا لا أعرف سياساته أنا أعرف سياسات الحكومة الإسرائيلية وأنا لا أود أن أشير وأنتقد أي تصريح لعضو بالحكومة أنا أعرف سياسات الحكومة وأعتقد في تفسير أعضاء الحكومة لها ذكرت للتو قرارات مجلس الأمن الدولي الناس يقولون أن إسرائيل حصلت على دعم إضافي لوجودها بناء على قرار من الأمم المتحدة ولكن يلاحظ أن إسرائيل منذ ذلك الحين لم تطبق أي من القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك 194 الخاص بحق العودة للفلسطينيين أليس كذلك؟ إذا كنت تريد جدلاً فيمكن أن نتجادل لكن ذلك هو مضيعة للوقت ما حدث هو أن الأمم المتحدة اتخذت قراراً واضحاً رفضه الجانب العربي وعوضاً عن احترام القرار أعلن العرب الحرب وقد شهدنا الحرب قبل أن تكون لنا دولة وقد غير ذلك من تطور الأمور تماماً لو وافق العرب على قرار الأمم المتحدة عام 1947 كما وفقنا نحن لما كانت هناك حروب ولما كانت هناك مشاكل ومن ثم فما حدث لاحقاً هو نتيجة الحروب لا تنسى أنه ومن وجهة نظرنا فإننا تعرضنا للهجوم سبع مرات وبدون سبب لكنني لا أريد أن أعود للماضي ولا أريد أن أثير الذكريات المريرة ما هو رأيك بالذات بشأن القرار 194؟ تقصد قضية اللاجئين أعتقد أن الدولة الفلسطينية ستستوعب الفلسطينيين كما أن الدولة اليهودية ستستوعب اليهود أود أن أقول أن ما كان ينص عليه القرار جاء في مرحلة مختلفة عن وقتنا هذا وعلى سبيل المثال فإننا استقبلنا حوالي مليون يهودي من العالم العربي وهذا لم يكن مثلاً أمام الأمم المتحدة ساعة القرار إضافة إلى ذلك فإن الوثائق العربية اليوم تغيرت فهي تقول إنه يجب الوثوق بالقرار والاتفاق عليه وهكذا فإذا أردنا الموافقة فعلينا أن نتفاوض إذن القرار 194 مطروح للنقاش أيضاً الحرب قتلت القرار وعليك أن تفهم ذلك لا يمكنك أن تطلق النار أنت الآن تستبعده؟ لست أنا ولكن الحرب ليست إسرائيل فإسرائيل ليست هي من بدأ الحرب من فضلك كن حذراً فإسرائيل بنغوريون هي التي وافقت على قرار الأمم المتحدة كما هو رغم أنه منحنا مساحة قليلة من الأرض لكننا قبلنا لا يمكنك مهاجمة شخص ما ثم القول لو لو أنجح في هجومي فدعنا نعود لما كنا عليه سابقاً فأنت يمكنك صنع الأملت من البيض لكن لا يمكنك أن تعود لتصنع من الأملت بيضاً السيد الرئيس بعض الساسة الإسرائيليين ما زالوا يلمحون إلى ما يسمى الخيار الأردني هل ما زال الخيار الأردني على الأجندة الإسرائيلية؟ هم يقصدون أنه طالما أن الأردنيين لا يريدونه فإنه ليس مطروحاً نحن لن نجبر أحداً على شيء ونعتقد بأن السلام لا يتحقق بالإكرار وإنما يتحقق بالاتفاق فقط اليوم ينكر الأردنيون مثل هذا الحل وما زلنا أصدقاء مخلصين لهم كما نريد أن تكون لنا صدقة مخلصة مع الفلسطينيين نحن لسنا هنا لنجادل بدون طائر ولكن ثمت تقارير عن إمكانية دور للأردن في وضع الأمن بالضفة الغربية هل لك أن تؤكد ذلك؟ عذراً لكنك تسأل أسئلة قديمة وتريدني أن أقدم إجابات جديدة أو أن علي أن أقدم إجابات جديدة لا التقارير كثيرة وأنت تحصل عليها من كافة الأطراف هناك ثروة كبيرة من التقارير لكن هذا لا يعني وجود ثروة مماثلة من الحلول السؤال هو ما هي مشكلتنا اليوم؟ إنها لم تعد بالطبع عن نزاع المسلح أن لا أعتقد أن جيشا ما سيهاجم جيشا آخر اليوم هناك معركة مشتركة ضد الإرهاب وحماس هي إما مشكلة أو عدو لكل من الأردنيين والفلسطينيين والمصريين ولنا أيضاً إنها تهديد كبير للعالم العربي إنها عميلة لإيران وإيران تريد أن تحكم الشرق الأوسط نحن نواجه نفس العدو إذن ما الذي تعنيه بالقوات هنا؟ فأنت لا تحارب الإرهاب بالقوات العسكرية إنما تحاربه بالمعلومات والتعاون بمعنى آخر فإن منع الإرهاب هو أفضل وسيلة لكسب الحرب ضده السيد الرئيس حتى ننهي موضوع حماس هل تعتقد أن بالإمكان التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين دون مشاركة حماس؟ ما لم تتغير حماس فليس هناك من خيار إذن ستمضون في السلام بدون حماس أنا سأمضي للسلام فحماس هي التي لا تريد السلام ولاست أنا وأنا لا أستبعد حماس ولكن حماس هي التي تستبعد نفسها عليك أن تفهم ذلك لا يمكنك أن تريد الحرب والسلام في نفس الوقت لا يمكن أن تكون معك الماء والنار في نفس الوقت لذا فإذا ما كانت حماس تريد أن تكون شريكا في السلام والتعايش المشترك فنحن ليس لدينا أي شيء ضدها لكن إذا ما كانت تود مواصلة القتال وتجميع السلاح وبناء الأنفاق وتهديد إسرائيل فماذا تتوقع منا أن نفعل سوى أن نتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أنفسنا؟ هل ترى أن التوتر في العلاقات بين تركيا وإسرائيل مثل مجادلتك مع أردوغان ومجادلة المستر آيالون وأخرا مع السفير التركي لا تساعد تركيا بوصفها راعي للمحادثات بينكم وبين سوريا كي تستأنم هذه المحادثات؟ حسنا ما تقوله تركيا هو أن لديها سياسة معلنة تتمثل في عدم الرغبة في أي نزاعات على الإطلاق مع جيرانها وأنا أتفق مع ذلك ولكن هل توافق مع المستر نيتنياهو الذي قال إنه لا يثق بتركيا كوسيط بينكم وبين السوريين؟ أنا لا أتطوع لإبداء تعليقات على أي بلد أو أي شخص فهذه ليست وظيفتي أعتقد أنك لو سألتني ما هي أفضل طريقة لو كانت سوريا تريد السلام فسأقول لماذا لا يلتقون بنا ونجلس سويا لنتحدث بشأن السلام كما فعلنا مع الفلسطينيين والأردنيين والمصريين أنا لست أدري أي دور يمكن أن تقوم به الوساطة في حالة كهذه على أساس ما تم الاتفاق عليه مع المستر رابين أليس كذلك؟ لست أدري فكل شخص يمكن أن يدخل المحادثات على أي أسس يراها ولأن السوريين لم يقبلوا بما طرحوا رابين فإنما جرى لم يستر عن إرساء سياسة مقبولة في إسرائيل بهذا الصدد لكن بإمكانهم أن يطرحوا ذلك على مائدة المفاوضات ما أود قوله هو أن رابين لم يكن الوحيد فهناك رواساء وزراء إسرائيليون سابقون طرحوا على السوريين نفس الشيء لكن الدخول إلى أي مفاوضات يجب أن يكون بدون أي شروط مسبقة وعلى كل طرف أن يدرك أن أي مفاوضات تبدأ بموقف أولي لا يمكن تغييره قبل أن تبدأ المفاوضات بالفعل قلت أن سوريا لا يمكنها أن تتوقع من إسرائيل أن تعيد إليها مرتفعات الجولان طالما كانت سوريا على تحالف مع حزب الله وإيران هل هذا شرط إضافي للسلام مع سوريا؟ لا شرط السلام هو أن تحصل على السلام وهذا كل شيء لا يمكن أن تحصل على السلام ثم تهدد بالسلاح في نفس الوقت إذن أنت لا تجد مشكلة في وجود علاقات وثيقة بين سوريا من ناحية وحزب الله والإيرانيين من ناحية أخرى نحن ليست لدينا مشكلة في بدي محادثات مع سوريا بحالتها الراهنة وعلى مائدة المفاوضات يمكن لكل طرف أن يضع مخاوفه وتصوراته لا يمكنك أن تطالبني بقبول كامل لموقف أي طرف قبل أن تكون هناك مفاوضات يجب أن نتحل بالمنطق بشأن إيران إسرائيل ما فتأت تواصل التعبير عن قلقها من قدرة إيران على بناء أسلحة نووية هل لديكم في إسرائيل دليل على أن إيران لديها مثل هذه القدرة؟ ما أراه كل يوم إنهم يقومون بتخصيب اليورانيوم ويصنعون صواريخ بعيدة المدى وقصيرة المدى إيران بالمناسبة بلد فقير فلديها نسبة بطالة تصل إلى 30% لقد بنت جيشا رائعا لكنني لا أريد أن أقصر الأمر على الجانب العسكري فقط فبالنسبة لي الفساد الأخلاقي هو أكثر خطرا من التهديد العسكري أنا أريد أن أسألك هل أحمد نجاد رجل ديمقراطي أم ديكتاتور؟ في حكمي هو ديكتاتور لأنه يقتل الناس في الشوارع ويشنق البعض الآخر إنه يطلق النار على من يتظاهرون سلميا ويهددوا بتدمير إسرائيل رئيس لإسرائيل أليس هذا تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد آخر؟ هل تريد من رئيس دولة أخرى أن يتدخل فيما تفعله إسرائيل؟ أنا مندهش من سؤالك فإذا أتيت وقلت لي أنا أريد أن أقتلك وردت أنا وقلت لكن لي أرفض ذلك فهل هذا يعد تدخلا في شأنك؟ ما الذي تقصده بالتدخل؟ إنهم يهددون بتدمير إسرائيل أي تدخل تتحدث عنه؟ نحمد نجاد هو رمز للفساد الأخلاقي في عصرنا هذا بالنسبة للمسلمين واليهود والعرب إنه يشنق ويقتل ويهدد ويشق الصفوف ماذا تريد أكثر من ذلك؟ بالعودة إلى المسألة النووية أنت توصف بأبي المشروع النووي الإسرائيلي المتحدثون والقادة الإسرائيليون درجوا على عدم تأكيد أو نفي حيازة إسرائيل أسلحة نووية ماذا تقول أنت شخصيا؟ القضية هي أين الابن؟ فربما كنت أنا الأب لكن أين الابن؟ إسرائيل لم تقل أبداً إنها ستدخل السلاح النووية إلى الشرق الأوسط ندرك أن هناك شكوكاً حول حيازة إسرائيل لهذه الأسلحة ونحن لا ننفل اتهام لأن الاتهام يمنحنا ميزة الردع فمن الأفضل أن يمنحك اتهام النوع من الردع على أن تحوز السلاح بالفعل ربما تعرف عمر موسى لأمين العام لجامعة الدول العربية وهو صديق لقد قال لي ذا تمر شيمون نحن أصدقاء فلماذا لا تأخذني إلى مفاعل ديمونة لأعرف ماذا يجري هناك؟ فأجبته مازحاً هل جونينت؟ هل أخذك لديمونة لترى ألا شيء يحدث هناك؟ ومن ثم تتبدد شكوككم بشأننا وتتحولون إلى خطر علينا؟ هل يمكنني أن أعيد السؤال؟ هل حصلت إسرائيل على القدرة ربما ليس السلاح بل القدرة لبناء سلاح؟ نحن لا نريد هذا الشيء وفق تعريفك نحن قانعون بما استقر في إدراك الناس من صعوبة مهاجمة إسرائيل وهذه هي سياستنا لكن بالمناسبة لا تنسى أن إسرائيل لم تهدد أي دولة بتدميرها على الإطلاق المشكلة بالنسبة للسلاح النووي بالمناسبة هي ليست فيما إن كنت تمتلكه أم لا المشكلة تتعلق بسياستك فعلى سبيل المثال لو كانت سويسرا تمتلك سلاحاً نوياً أعتقد أن أحداً لن يقلق من ذلك لكن إذا ما حصل رجل متعصب يقول لك إني سأقتلك على سلاح النووي فهذه قصة أخرى لا يمكنك الخلط بين الأمرين السلاح النووي لا يقف على قدم واحد فلابد له من قدمين إذا لم يكن لدى إسرائيل ما تخفيه لماذا لا تنضمون إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية إسرائيل لا تريد أن تكون تحت رقابة وسيطرة قوى معادية كثيرون من أعضاء الأمم المتحدة هناك تجمع ضد إسرائيل تجمع يضم الجامعة العربية تجمع الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز فهذه هي أغلبية ضد إسرائيل ليست لدينا أي فرصة لتلقي معاملة عادلة هناك ومرة أخرى أقول إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تسمح برقابة كل رقم في إسرائيل وهذا ما لا نريده هل لديكم ما تخفونه؟ علينا أن نخفي قدراتنا أمام أعدائنا الذين يريدون مهاجمتنا بما في ذلك القدرة النووية؟ أنا لم أقل ذلك لقد قلت العكس قلت إن إسرائيل أعلنت أنها لن تدخل سلاحا نويا إلى الشرق الأوسط ولن تختبر مثل هذا السلاح ونحن نحترم كلمتنا السيد الرئيس هل تقبل حق إيران في تطوير طاقة نووية من أجل الاستعمال المدني كما يقولون؟ أقبل نعم لو كانت للاستخدام المدني أما لو كانت للاستخدام العسكري فلا المشكلة بالنسبة لإيران ليست القدرة النووية ولكنها النواية في استخدامها إنهم ينكرون المحرقة ويدعمون الإرهاب وهم يحركون حزب الله الذي قسم لبنان ويحركون حماس في غزة ويمنعون الفلسطينيين من أن تكون لهم دولة نحن ليست لدينا مشكلة مع الإيرانيين فتاريخيا هم أصدقاؤنا وتاريخيا أيضا كان للإيرانيين ثقافتهم الخاصة هل تعرف من هم الذين ضد أحمد نجاد؟ إنهم الكثير من الإيرانيين لماذا هم ضده؟ لأنهم لا يريدون ديكتاتورا ولا يريدون عدوانيا لا يمكن الحديث عن الأمر بطريقتين مختلفتين مرة أخرى هذه مسألة يعود الأمر إليهم كي يتخذوا قرارا بشأنها مرة أخرى أيضا أنت لم تقبل تدخل أحد في شون إسرائيل لا 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 لو كنت تريد قتلي دقيقة واحدة أنت تخلط الأمور من حقهم إدارة شأن إيران ولكنك تتحدث عن كيفية تعاملهم مع شعبهم لا فشعبهم نفسه لا يريد أن يكون تحت حكم ديكتاتور آخر من حق الناس أن يثوروا على الحكام الدكتاتوريين هذه ليست قضية داخلية ديكتاتوريات اليوم التي تنشر الإرهاب والتهديد وتقتل الناس علينا جميعا أنا وأنت أن نكون ضدها وليس هذا شأن داخليا إنه إجرام وعلينا أن نفرق بين ما هو شأن داخلي وما هو إجرام دعني أعود قريلا إلى عملية السلام والولايات المتحدة في حينه قلت صائبا أنك لا تتوقع التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين أو العرب قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق جرر هل ينطبق الشيء نفسه على أوباما هذه المرة؟ قبل كل شيء أنا أعتقد أنه كان بإمكاننا تحقيق السلام في عهد بوش السلام يجب أن يكون أولا اتفاقا بين إسرائيل والفلسطينيين فلو اتفقت على إحلال السلام لن تلقى معارضة من أي طرف أو مكان وأنا أعتقد بأن الخلافات بيننا وبين الفلسطينيين اليوم هي قليلة وبقليل من الحكمة والشجاعة يمكن تحقيق سلام كامل لماذا لم يكن الاجتماع الأخير بين نتنياهو و أوباما ناجحا كما يقولون؟ هذا يعتمد على ما جاء في الوصف هل ترى أنه كان ناجحا؟ أعتقد أن أوباما رجل يحظى بذكاء شديد وأعتقد أنه يريد السلام ولا أعتقد أنه ضد العرب أو ضد إسرائيل وأنا أثق به وأحترمه وإذا أرد السلام فسيحظى بتأييد الجميع باستثناء حماس وإيران السيد الرئيس يلاحظ أن المسؤولين الإسرائيليين خاصة عندما يسافرون إلى الخارج يحرصون على اغتنام الفرصة لمصافحة شخصيات عربية مثل ما حدث بين المستر آيلون والأمير تركي الفرصة وكذلك أنت صافحت شيخ الأزهر أود أن أسألك خلال ذلك الوقت الملك عبدالله عاهل السعودية كان هناك هل كانت هناك فرصة خلال مؤتمر حوار الأديان للتحدث معه أو لمصافحته؟ الملك عبدالله كان يعرف بحضوري للأمم المتحدة ورحب بذلك واقترح أن نتصرف بكياسة ووفقت على ذلك اتفقنا أن يكون السعوديون موجودين عندما أتحدث وقد كان كما اتفقنا على أن لا أنتهز الفرصة وأتقدم منه للمصافحة وقد كان كما اتفقنا على المشاركة في مأدوبة الغداء وأنا لا أعتقد أن علي أن أختلص مصافحة وأن هذا بالأمر الحسن علينا أن نتفق على أننا أناس نضجون وبعيدا عن تلك اللفتات التي قد لا تعني شيئا فأنا أعتقد بأن السعوديين يمكن أن يفعلوا الكثير لعملية السلام سواء كان ذلك بمصافحة أو من غير مصافحة فهذا أمر لا يهم السيد الرئيس يلاحظ أنك تلعب دورا لا يلعبه عادة الرؤساء الإسرائيليون في المفاوضات وعملية السلام مع العرب أنت مثلا ذهبت إلى مصر هل كنت بأي زيارات لم يعلن عنها إلى بلدان عربية؟ ولو أنني فعلت ذلك هل تعتقد أنني سأخبرك؟ أنا لا أتحدث عن أي دول هل ذهبت إلى أي بلدان عربية؟ لا أنا لي اتصالات بكثير من القادة العرب وأعتقد أنهم قادرون على تغيير الوضع في بلدانهم بصورة رائعة وإذا ما سعى العرب إلى تطعيم اقتصاداتهم بالتقنية الفائقة فإن هذه الاقتصادات ستنمو وتتغير ولن تصبح معتمدة فقط على النفط نحن هنا في إسرائيل نطرح وسائل التقنية العالية بين العرب الإسرائيليين وأعتقد أن ذلك سيساعدهم كثيرا وقد أقمت اتصالات بينهم وبين كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل وأعتقد أن نفس الشيء يجب أن يحدث في العالم العربي العرب ليس أعداءنا وأود أن أقول إنه كل ما حصل العرب على الأفضل فإن ذلك سينعكس علينا بصورة أفضل العرب لهم مشاكل مثلنا جميعا ففي عام 1980 كان هناك 150 مليون عربي اليوم هناك 400 مليون عربي لقد تضاعفوا ثلاث مرات والعرب يدركون أنهم إذا أنجبوا أطفالا فعليهم إطعامهم وإيجادوا وظائف لهم نحن مهتمون بذلك ليس بدافع تدخل ولكن لأننا نعيش في نفس المنطقة ولا نريد أن تكون منطقة تعج بالمرارة والجوع والحاجة نحن لسنا أغبياء السيد الرئيس يقال إن صنع السلام يحتاج إلى رجال دولة وأنا أتحدث الآن عن الجانب الإسرائيلي وناس مثل بنغوريون مثل رابن مثل بيغن أنا أتحدث عن الجانب الإسرائيلي هل بإمكانك أن تؤشر إلى شخص لرى أنه رجل دولة الذي يمكنه أن يتخذ قرار السلام في إسرائيل رجل الدولة لا يولد بل يصنع وكل شخص يمكن أن يكون رجل دولة إذا ما اتخذ القرار الصحيح أود أن أقول لك شيئا ربما يمثل وهما لدى البعض فكثير من الناس يعتقدون بأن القادة يمكنهم أن يغيروا المواقف والحقيقة هي أن المواقف هي التي تغير القادة ولكن الرئيس السادات غير الوضع المزر إسرائيلي صحيح هو غير موقفه وكانت ردد الفعل أن غير بيغن موقفه أيضا كما أن السادات تغير قيادة جمال عبد الناصر لمصر والتي كانت ترفض التفاوض لذا فالسادات تغير وغيرنا أيضا إلى الاتجاه الصحيح وهذا ما أرحب به أنا أخشى ممن يغيرنا إلى الاتجاه الخطر هل تعتقد أنك سترى السلام بين العرب وإسرائيل خلال رئاسة نتنياهو للحكومة؟ لا أستبعد ذلك من الممكن فقبل أن يعلن نتنياهو أنه سيدعم حل الدولتين قال كثيرون إنه لن يفعل لكنه فعل حول حل الدولتين نقل عنك القول إن حل الدولتين ليس الحل الأمثل بل الحل الذي يمكن تحقيقه ما هو الحل الأمثل إذن؟ لا أعتقد أنه الأمثل في الظروف الراهنة لكن لست أدري ربما نرى الشرق الأوسط في المستقبل يأخذ شكل فدرالي ذلك أن القومية التي حكمت ماضينا لن تحكم حاضرنا أو مستقبلنا فمشكلة البيئة مثلا ليست قومية لكنها عالمية وإقليمية والفقر كذلك ليس إقليميا لكنه مشكلة عالمية والإرهاب أيضا من ثم فإنه لمحاربة كل هذه الكوارث لابد أن نكون جميعا يدا بيد وبمشاركة من كافة الدول ذات الروح الإيجابية غير أنه في الوقت الراهن فمن الأفضل أن تكون هناك دولتان مستقلتان تعيشان في سلام وتحترم كل منهما الأخرى وتفعلان كل ما هو خير من أجل أطفالهما أنت تستبعد تماما حل الدولة الواحدة لست أنا ولكن الواقع هو الذي يستبعده هناك حل الدولة الواحدة في عدة أماكن في لبنان والصومال واليمن والجزائر والعراق ثم ماذا؟ يمكنك الأخذ بحل الدولة الواحدة مع دوام الصراع داخلها أنا أريد أن أقضي على الصراع وللقضاء على الصراع فالحل الأمثل هو أن تكون هناك دولتان لكل منهما هوية واضحة مع أن إسرائيل رفضت تقرير غولستون إلا أنها في ردها للأمم المتحدة أقرت بأن خطأا قد يكون وقع في إصابة المدنيين هل يذكر كذلك بواقعة قانا في لبنان التي حدثت عام 1996 عندما كنت رئيسا للوزراء لا 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 إنها قصة مختلفة كانت خطأا واضحا ونحن لم نعتزم القيامة بما قمنا به في الحرب يمكنك أن ترتكب أخطاء لسنا نحن فقط فالعرب يرتكبون أخطاء وحتى البجيطانيون والأمريكيون انظر إلى العراق انظر إلى أفغانستان والشيشان انظر إلى كوسف وعندما راح 600 مدني ضحية معركة هل تريد أن تقول أن ذلك حدث عمدا وهل حقق أحد في ذلك لكن ألا توفق مع من يقولون بأنه ليس بإمكانك أن تبرر ارتكاب أخطاء بالقول بأن الآخرين يرتكبون أخطاء أيضا أنتم تكررون ذلك في بيوتو في غزة لا 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 دقيقة واحدة لو لم تطلق حماس إيرانها لما كان هناك أي أخطاء لأنه لم تكن لتقع أية حروب لمدة ثماني سنوات كانت حماس تقصف إسرائيل وبثمانية آلاف صاروخ ولا أحد يعرف سببا لذلك سوى لقد تركنا غزة فلماذا يقاتلوننا بينما كان مواطنون على الجانب الآخر يسألوننا أليس بإمكانكم إيقافهم لا تقارن هذا بذلك هناك سبب وردة فعل لو لم تطلق حماس صواريخها لما كانت هناك حرب أو أخطاء أود أن أقول ولأن الحروب تسبب أخطاء فإننا في إسرائيل لم نفوت أي فرصة بعد أي حرب إلا وكلفنا لجنة التحقيق بالكشف عن تلك الأخطاء وإصلاحها بما في ذلك الأعملية الأخيرة في غزة وقد قيل ضباط ووزراء ذلك لأنهم أخطوا وأنا لا أعتقد أننا لو أوكلنا مهمة التحقيق لأحد ما من ليبيا أو السودان مثلا فإنه كان سيخرج بنتائج عادل بالنسبة لنا نحن أناس مسؤولون ولا نريد أن نرى الناس يقتلون كما أن الأطفال هم أعزاء لدينا سواء كانوا عربا أم يهودا نحن نحترم الحياة ولا نرغب في أي معاناة لأحد أود العودة مجددا إلى قاناة والتي جرت أحداثها عندما كنت أنت رئيسا للوزراء هل تشعر بالمسؤولية عن ذلك؟ بالتأكيد أشعر بالندم فأنا لم أكن أرغب في رؤية أحد يقتل أنا أشعر بالمسؤولية عما أنا مسؤول عنه لا يمكن أن أشعر بالمسؤولية عن شيء لست مسؤولا عنه القصة أن هؤلاء الناس الذين هجمون لم يكن يفترض لهم أن يكونوا هناك كان ذلك مخيما للاجئين تابع للأمم المتحدة ولم تكن لدينا أدنى فكرة عن وجود لاجئين هناك وما حدث هو أن الهجوم ضدنا جرى من المخيم وأردنا أن نوقفه لكن ولسوء الحظ حدث ما حدث أنا أقول أن الطريقة الأفضل لتفادي ارتكاب الأخطاء هو عدم ارتكاء الخطأ الأكبر وهو الحرب هذا الخطأ كلفك خسارة الانتخابات في ذلك الوقت أليس كذلك؟ وماذا عصايا أفعل؟ لقد دفعت الثمن حتى عندما كنت أفعل الشيء الصوار بعدما توليت المسؤولية من رابين أعدت ثلاثمائة واربعين قرية للفلسطينيين أعدت المدن ومكنت الفلسطينيين من إجراء انتخابات حتى في القدس وفجأة بدأوا يرسلون لنا القنابل والسيارات المفخخة وخسرت الانتخابات إذن لماذا خسرت الانتخابات؟ هل لأنني ارتكبت خطأ؟ لقد خسرت الانتخابات لأن شخصا آخر ارتكب أخطاء أعرف أنني ليس لدي اتفاق دائم مع إله السماوات وهو لم يجعل أي شخص كامل أو رائع تماما السيد الرئيس باختصار هل يقلقك إمكانية صدور قرار سلبي ضدك من الممتحدة نتيجة تقرير جولستون؟ لا لأن أي قاض عادل عليه أن يصدر حكمه على كافة المناسبات الأخرى لا يمكن أن تستهدف إسرائيل فقط لأن هناك أغلبية ضدنا في الأمم المتحدة هذا ليس عدلا فالأمم المتحدة ليست محكمة موضوعية إنما هي أشبه ببرلمان يشق طريقه بحذر بين قوى مختلفة وفي ظل التحالفات قائمة هناك فإنه ليس أمامنا أي مجال ولا يمكن في ظل هذا الوضع أن نطالب بأخذ ما يصدر عن الأمم المتحدة كحقائق مسلم بها لا يمكننا قبول ذلك وبشان إيران أود أن أقول أنني أعتقد بضرورة وجود جهد مشترك من أجل مواجهة الفساد الأخلاقي لهذا النظام الذي يهدد الآخرين من أجل حماية استقلال الدول العربية وليس من أجلنا نحن فقط وأضيف أن العقوبات الاقتصادية ستمكن الشعب الإيراني من استرداد حريته والسلام وهذه هي رغبتنا هل هناك أي تطور مرتقب في قضية الجندي جلعاد شليد؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن أذكره هو ما نشر اليوم عن عودة الوسيط الألماني الذي سيعاود عمله نحن لم نعطل المفاوضات كانت لدينا بعض التصحيحات وأعتقد أننا أنجزنا الكثير من أجل إيجاد فرصة لإنهاء هذا الموقف الماسوي وسنرى كيف تكون النتيجة هل أنت مستعد لإطلاق سجناء فلسطينيين؟ أنا لست مستعدا للتفاوض معك بشأن ذلك لكن داعي الوسيط الألماني يكمل مهمته بهذا إذن مشاهدين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج في الصميم قدمناها لكم من القدس أشكر ضيفي الرئيس الإسرائيلي شيمون بريز كما أشكركم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة